تزوج الأستاذ يسري من زوجة صالحة وكانت أمنيته أن يرزقه الله بولد صالح يدعو له بعد وفاته خاصة بعدما قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولكن بعد عشرين عاما توفيت زوجته دون أن تنجب فحزن لموتها كثيرا خاصة بعدما ظن أن أمنيته لن تتحقق ولن يدعو له أحد بعد وفاته باع يسري شقة الزواج وعاد إلى بيته القديم وفي أحد الأيام وبعد صلاة الفجر نظر من شرفة بيته الذي كان يجاور مستشفى سرطان الأطفال 57-3-57 ولاحظ أن بعض أهالي الأطفال ينامون على الأرصفة حتى تتم رحلة علاج أولادهم نظرا لضيق ذات اليد فوهب بيته لهم للإقامة المجانية واشترى سيارة صغيرة وخصص لها سائقا مراتب شهري لتنقلهم مجانا من متر السيدة زينب للمستشفى وجعل عمله هذا صدقة جارية لم يكتفي يسري بذلك بل استقال من عمله وتفرغ تماما لمساعدة هؤلاء الأطفال بعد أن شعر بحب شديد لهم كما أن الأطفال أحبوه كثيرا خاصة الطفلة هبة التي فضلت أن تكون معه ولم تطلب يوما العودة لبيتها وظل ينتقل معها ما بين المستشفى والبيت حتى توفيت بين ذراعيه وهي تدعو له وكانت كل لحظة تخبره بأنها تحبه وأنها لم تجد عطفا مثل عطفه تأثر يسري كثيرا بموت هبة ولم تمر سوى أيام حتى توفي يسري بعدها وكانت المفاجأة الكبيرة وهي هذا الحشد الكثيف الذي كان كيوم الحشر في جنازته والأغرب من ذلك أن السيارة التي اشتراها ووهبها لتوصيل أطفال مرضى السرطان وذويهم كانت تتبع السيارة التي تحمل جثمانه في معنى عظيم وهو أن عمله الصالح سيتبعه إلى قبره وأنه بدلا من ولد كان يتمناه ليدعو له وجد آلاف الأبناء والآباء يدعون له صبح مساء وبعد وفاة يسري قرر السائق أن يستمر في عمله بدون مقابل ووهب هذا العمل صدقة جارية على روح الأستاذ يسري مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون منذ سنوات حدث في الهند غلاء شديد للأسعار وكان الناس قبل ذلك في عز وغنى وكان وقتها الداعية محمد يوسف صاحب كتاب حياة الصحابة مشهورا بزهده وتقواه هناك فذهب إليه الناس واشتكوا ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش وقالوا له هل نحتج ونغضب؟ فقال لهم الناس والأشياء عند الله مثل كفتي الميزان فإذا ارتفعت قيمة الإنسان عند الله بالإيمان والأعمال الصالحة قلت قيمة الأشياء وإذا قلت قيمة الإنسان عند الله بسبب الذنوب والمعاصي ارتفعت قيمة الأشياء وزادت الأسعار وعم الغلاء فعليكم بجهد الإيمان والأعمال الصالحة حتى ترتفع قيمتكم عند الله وتقل الأسعار ولا تخوف الناس من الفقر فهذا عمل الشيطان فلا تكونوا من جنوده وأنتم لا تشعرون فوالله لو أن هناك في قاع البحر صخرة صماء ملساء فيها رزق النعب لم فلقت حتى تؤدي إليه رزقه فالغلاء لا يمنع عنك رزقا ساقه الله إليك والذي فتح لك فاك لن ينساك فقط اشغلوا أنفسكم بأسباب الرزق وهي التوبة والاستغفار فبالإيمان والتقوى تدوم النعم ويعم الرخاء وقرأوا قول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وبالفعل تخلص الناس من المعاملات الربوية وكل ما يغضب الله من ترك للصلاة وعقوق للوالدين وسوء معاملة الجار والغيبة والنميمة وغير ذلك وتمسكوا بالذكر ودوام الاستغفار وقيام الليل والدعاء المتواصل فيه فمن الله عليهم بالرزق الواسع والسعادة الغامرة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير